تمضي ايران في عملية تخصيب اليورانيوم متجاهلة التحذيرات الدولية من خطورة هذا الامر على صعيد المباحثات السلمية لانهاء هذا الملف مسؤولون امريكيون اكدوا ان الولايات المتحدة تملك دليلا على ان ايران تقوم بتخزين اليورانيوم المخصب المكون الرئيس لصنع سلاح نووي مرجحين ان ايران الان على بعد ثلاثة اشهر ونصف فقط من امتلاك التكنولوجيا والمواد اللازمة لصنع سلاح نووي كما ان لديها الان الوقود اللازمة لصنع قنبلتين منفصلتين الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورها اكدت ان ايران ضاعفت تقريبا مخزونها من اليورانيوم المخصب عشرة اضعاف فوق الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الامر الذي اثار مخاوف بشأن استمرار تقدم البلاد في صنع سلاح نووي ويظهر تقرير لوكالة الطاقة الذرية ان ايران تستمر في خرق القيود الواردة في الاتفاقية النووية الاصلية التي تحكم كمية اليورانيوم التي يمكن تخصيبها والاحتفاظ بها في ايران وتقوم ايضا بصناعة صواريخ فاليستية متطورة على عكس لوائح الامم المتحدة مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية قال ان ادارة ترامب تواصل الضغط المتزايد على ايران حتى تتراجع عن السعي لامتلاك سلاح نووي وكجزء من حملة الضغط في الامم المتحدة سعت ادارة ترامب الى اعادة فرض العقوبات الدولية على ايران والتي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي عام 2015 لكن نجاح هذا الجهد غير واضح في ظل معارضة القوى الاوروبية اضافة الى روسيا والصين وربما جاء الارتياح الايراني في البرنامج النووي من ادراك نظامها ان تلك التحذيرات وان كانت امريكية فهي مجرد تهديدات لن تترجم الى افعال